اليوم صحات الجهاز الهادمية رفقات الدكتور عبدالعزيز زيان اول شي مرحبا بيك دكتور. الله يبرك فيك وشكرا على الاستضافة. مرحبا. اذا اليوم غنتكلموا على موضوع لي ما كايش ربما منا اللي ما غا تسمعوش كي يقول لك القول والعصابي او للأعصاب في المسرعن. واش نفس الشكل واش نفس التعبير واش نفس الحاجة واش فعلا قدروا نربطوا الأعصاب ديالنا بالمسرعن. او العصاب في المسرعن. صعيب انا ديجا ديال الكلمة هادي ديال العصاب في المسرعن انا كنظن اه هي الترجمة ديالا كانت شوية مأولة بس كهو فرنسيش كي تسمى كي تسمى لكولان اغيطاب. هاديك لغيطاسيانس ديال لكولان اللي كي يكون متوتر كي تجي سهلة باش كتقول لكولو العصابي. نعم. بقيت متداولة بين الناس ولكن كان بزاف ديال الحويج حنا غن نقشوهم باش نوضحو. سورتو بانا رامشي كل المسألة لي العصاب. صح. دنكو باش ما نبقوش ليجال لي العصاب في المسرعن را غادي يهدر لي العصاب اللي هو راه مرض كين ديال جهاز الهضمي. كيتسمى لكولان اغيطابل ولا تغوب الفنكسيوني الانتسينو. وعندو علاقة مع المسرعن كينة واحد لكمبوزنت قليلة اللي عنده علاقة مع العصاب حنا غن نوضحوه أمن بك. ممتاز. إذا نحن نتكلمو على القولون العصابي هذا هو المسمى لشائع. حنا غامشو المسمى لشائع اللي كيعرفو كل ناس باش عكدا نقدرون نوضحوه بشكل اكبر. ما نتكلمو على القولون العصابي غا نبغو نعرف نعرفو تعريفكم لهذا المرض باش نقربو الناس ايضا نحتمل الاعراض ديالو اللي كتقدر تبان باش الانسان يمشي شخص شوية بكري. نزيل. ها اول حاجة هاد المرض كيقدر يقيص صغير كيفي قيص الكبير. بوضع. تانيا النسبة ديال النساء كتكون اكتر من الرجال وهدي تناقش. اه. الاعراض خصة تكون على واحد لمدة ديال ست شهور. اه. وفي هاديك ست شهور كتكون واحد لمدة ديال تلت شهور كيكون في ذاك الحريق على الاقل اخترا في الاسبوع. وماشي غير الحريق في البطن بوحده كيكون الحريق ومعه علامات اخرين. يعني داك العلامات كيكون عندك الان في البطن ديالك. اه. كيكون عندك واحد تغيير في الاستفراخة يعني مليك يجي كرشك كتدرك كرشك اخصك تمشي للمرحات ديالك الساعة. اه. لكاليتي ديال الخروج ديالك كتولي كثيرة. ولا قليلة. ايلا كان عندك امساك. وكتكون ديك الكونسيستانس ديالك هي كتتغير. نعم. دون خصك تجمع واحد المجموعة. ديال الاعراض باش تقول راني عندي القولو العصبي كما كتسمعه. اه. اذا نحنا نحن مثلا نتكلمو ان الاعراض خاصة تبقى الواحد المدة ديال ست شهر. عاد الانسان يقدر يتشخص بهذا المسألة هدي. عاد باش كين تغييرات. مش يتشخص لا. اللي كعراض كينه. كي نقولك دبا مليك تجي عندي انا مثلا كمريض. اه. مليك عمدا نسولك واقتش بدك الحر. خصي نلقى هاد المدة. والا. ولكن في نفس الوقت خصني ما نلقاش اعراض اخرى اللي كتبين اللي بي نرى عندك مرض اخر. وهنا في كتبقى الخطورة ديال تشخيص. ممتاز. اجي نبينو الاعراض اللولة. اللي كتبين انه قولون عصبي مثلا. عاد باش نبينو الاعراض اللي كتكون متشابهة والناس دائما كتبقى على اسس انه قولون عصبي. يعني في تشخيصها كتقولك لاش حاجة في المسران. الاو. اول حاجة داك الحرق ما كيكونش يوميا. هاداك الحرق مثلا ما عندوش علاقة مع التغذية. يعني مش كي يأكلش واحد شي حاجة عد تقدر الكرشو. هادا هو الخلط اللي كين. كي الخلط مثلا انا كليت شي حاجة بالزرباء. اه كليت وانا مقلاق. اه كليت وانا كنتفرج. درت مثلا سؤال هاد. ما غديش نسمي قولو العصبي. هاداك حالة طارئة وغددوز. ولكن هاداو الشأالي كتسموك اطيب بائك. هاداو المشكلة. دا برحثنا فين كيبقى الفرق. انا غتجي عندي غتجولي يا مثلا هادي ست شهور مرة مرة كيجيني لوجه. داك كيلا كان مرض عضوي. رمغيم كيجي يدرك اليوم ويتلقيك غدا. واع. دا يجا من هادي كتفرق. وتانيا ما كتلقاش حالة مدخورين ديال الخطورة مثلا نقص في الوزن. مثلا اه كتلقى مثلا الدم في الخروج. كتلقى مثلا اه كيجولك ارى من كان نوض خمسة ستة اخترات في النهار. وكتلقى مثلا دوك ليجلاغ. كتلقى الدم في الخروج ديالي. طون كيكون علامة خروج اللي كيخليك تفكر في شي مرضى اخر. ما زال رجعو ونشوفو اه واش الناس بيضع? كتش خص بكري فيما يخص القولون العصبي ولا الناس كتتاخر بتشخيصها وعلاش الى كان. غرجعنا اخد منك الجاوب دكتور. دكتور عبدالعزيز زيان ليه هو اخي صايف امرأة الجهاز الهدمي. اليوم كانت تكلموا على القولون العصبي. وهلا قصو بالاعصاب لان الكلمة ربنا الشائعة. شونا معاك دكتور انه باش نقول انه قولون عصبي وخادم شي المسمى الطبي صحيح. مت قريبي على حسب تشخيصكم للناس وعلى حسب ناسا شنو ستقول قلنا انه هاد الانسان يعني في السؤال ديالكم ليه? خاص على الاقل يكون هاد الاعراض كيحس بيها باحد الشكل اللي هو مستمر ماشي مرة فيش حال كيحس اولا منك يقول شي حاجة او غير. غن سؤالي لك تكلمتي ايضا على ان الناس كتخلط يعني اه مني تجي كتقولك مثلا انا كليت شي حاجة وحسيس بكر شي ضرعتني. اه ما مهضمش مزيان شي حاجة من هاد الامور. واش هاد الكلمات او للناس كتجي على حاجات اخرين هما لي كيخليوا تشخيص يتعطل او لتشخيص ديال قوله العصبي فعلا اه كيتعاف في الوقت ديالو مراحلو اللولة. اه المراحل اللولة اه لا بس كا بحال دبا مرتي هاد الاسبوع جيتي دوستي ما غيمكنش انه نهضره على القوله العصري. وعلى. طبق هذيك ساعة تكون شي حاجة جديدة. ولكن ملي كتجي عندي وكتهضر لي على تلت شهور ولا ست شهور. وانت كتعاني ولكن ماشي يوميا. مهم. الى تقلقتي الى مثلا اكلتي شي حاجة. مهم. ولكن ما كانوش معا اعراض بحال دبا باش نقولو رات تسموه بغذائي. مهم. ولا سوء الهضم. هناك نبدو كندخلو النقطة ديال التشخيص ديال قوله العصبي. نعم. رحت للمشكيل ديال هاد الناس. هو كيكون عندهم واحد الخلط. وفوالا. اشينو. اجربة ديالي الشخصية من اللي كيدخل عندي شي واحد كيدووز اول خطرة كنقولو شنو عندي كيقول يا انا عندي بومزوي. مهم. دونك ديجا كيل الخلط ما بي كنقولو وانا دائما كان طرحت سؤال شنو بومزوي كيقول يا القولو العصبي. مهم. اذا نرى نقز لي من مرض المرض اخر. صح. اذا بومزوي اللي بغن نسميه فرنسيو سيلي غيتيز من دلا وقت. اذنك واحد العرق اللي لا وقت هو اكبر عرق في الدات كيسافة الدم. مهم. هادك العرق الناس اللي مليكة تدير شي اي فور ولا كتخلع ولا شاشة كيبدك يضرب بزاف. هو كيكون عندو الالام في البطن ديالهم اللي كيحطو يدو كيلقى داك الزداع. بحال دقات القلب. هو راب هو القلب كيسافة الدم دياله وتما اذا راك تلقى نفس الدقة اللي كيناف القلب كيناف ديك البلاصة ولا كي هو كيقول لك هادك الدقان هو المرض ديالي. كيسميه بومزوي بواند انتيروغاسيون. بومزوي كيعطيت انتي فخلة؟ لا ما هو مكيعطي والو بومزوي هو اصلا غي عرق ديال الدم كيخدم. هو را الاعضاء اللي كيجو فوق منو هما اللي كيكونو كي اديوك. بحال دبان اضراتني المعدة وحطيتي يدي بارازر اغلقى داك الزداع. هادك الزداع هو كيسميه هو المرض الاصلي دياله. وكيقول لك انا را بغيت ادوه باش كيحيد باش يحيد ليدك بومزوي. مليكة تقول له شنو بومزوي كيقول لك هو القولو العصابي دونك هو من مرض داك البيت. مهم. هنافي كيبقى. توقف وتسمع لدوك الناس وتفهم ليهم. لانا لكنسلتاله ديال واحد عنده القولو العصابي ماشي بحاله واحد عنده تسمهم غذائي دا غي ده غي 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 غير تشخيص وغي يمشى. دوك الناس كيتحتاج تسمع ليهم. تاخد من عندهم الوقت. مهم. و تمشي معهم بعيد حتى تأكد من تشخيص لنا المشكلة ديال القولو العصابي هو ماشي بحال دبا كوفيد غدير تحليل ديال الدمغة تقول لك را عندك كوفيد القولو العصابي تشخيص دياله هو كان ستنحيض لأمراض الخرين ما يكاينينش ما نلقاهمش ويبقى عندي كل شي مقاد نورمال عادي باش نقدر نشخص بين القولو العصابي نعم هارجع نفهم معك هاد المسألة ديال هارجع نشوفوها الخلاصة ان ابو مزوي وماشي هو القولو العصابي خديجي في لابغينا نسمينه ابو مزوي غادي نقولوه ماشي هو القولو العصابي باش ما نخلطوش بيناتهم دونك هي تكلمت على انها ولكن مني كان قولو ان الطبيب شخص لان القولو العصابي يقدر انهم يكونوا بزوج اه بيانسوا يقدر يكونوا بجوج نعم بيانسوا يكونوا بجوج عنده وهيش قاتلي قاتليك ملكا تأصب دونك ديجا كي لا نصيون وهدي كتادي كي باش نقول را عندي العصاب في المعدة ولا العصاب المسألة غالط غادي نقول انا لكي العصاب خاديجة وخاديجة ملكا التعصب كتعثر على الجهاز الهضمي دياله سنفهموه بها الطريقة هادي جميل لانا فعلا انا ربما فتش خيصات الكتيرة بزاف الناس كيتكلمو على العصاب في المعدة وكيقول لك انا ملكا تعصب انا يعني لما تعصمش هنار مقدرني ش ماتي جميل ولكن را توطر استخيس او لستخيس ومن مرض العصر اي ما كد اضبطه مع ما كينش ما كينش الحد الان شي شي حاجه سحري لي كتقدر تحييضو مي غنشوفو معك بني تكلمنا على تشخيصات وتتكلمنا على انها كتاخد واحد الوقت واحد الاسئلة واحد الاجلسة مع المريض باش انكم فعلا كتقدروا تتفهموه كتي كتستثنيو بزاف ديال امراض عايش كنقدروا نقولوش القولون العصابي غرجو نشوف معك شنو الحاجة اللي كتستثنيوها اللي ربما على وديتها ربما الناس كتجيف اغلبها وش كل شي الناس اللي كتجي فعلا تشخص على القولون العصابي كتلقى فعلا قولون عصابي اشتركوا في القناة